بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسك التسليم مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن فيديو فقط لرفع الأمل وبثه في نفس كل الأمهات وكذلك في نفس التلاميذ طبعا أول شيء وقبل كل شيء كل الأستاذة ينتظرون نتائج جد مشارفة في شهادة تعليم متوسط 2023 ويتوقعون نتائج تاريخية بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمي يفرح كل الأمهات ويفرح كل التلاميذ اللي فوتوا هذا الشهادة هذا المكسب طبعا على هذا الفيديو كان بعض التلاميذ كان ليحسرها موش خادم يحسرها موش خادم يعرف رحب لي مادة حتى حاجة بسحي يقعد جاحدها على الأم التاعه قاعد طيلة الوقت وها المأني خدمت شوية وديقي هاكو 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 مهم يشحدها ما يقولك بلي ما خدمت شو كتا عكليات والله وكين أمها تبحل هي تحسها وحدها تحسها وحدها تقول لك ودي ما هي ظننا يخدم في هذه ماش تشل البغويون تاعه بالصح ما نظن الشيء أولدي موش فور مثلا في الرياضيات سيقول لك وديونا ودي شوية فرنسي قع ما يقولها شو يقول لك ودي ذيك المادة ودي ما مهمية تكو تتحضر في روحها على واحد تكو تتحضر في روحها حسب معطيات عندها من قبل والله حسب نتائج الفصل أول فصل ثاني وفصل ثالث طبعا هذا الفيديو وخارها فيها كشف نقاط تنميذة يجب معدلة عشرة في شهادة تعليم متوسط وربح ودي خمسة فرياضيات طبعا احنا كنشوف الابن تاعي ولا بنت تاعي ولا ما يخدمتش فرياضيات ساي نقطع الوراقي ونقول ساي يستحيل أنها تدي شهادة تعليم متوسط ساي يستحيل أنها تربح ونقعد داسها في قليماني طايق نقولها لها ماني طايق نعودها بيني وبين روحي حتى نقعد منتظر الفرحة وهذا الفرحة راني نشوف فيها رها ما نكوسة بيني وبين شوف اللي كشف نقاط اللي رها محاك حتى النقاط تقريبا متوسطة فقط ما كانش نقاط كبيرة اللي تخليك تدفعي والله تعطيك آمل باللي راح تكون هناك نجاح في الشهادة تعليم متوسط ساي شوف هات النقاطي شوف التاريخ والجغرافية ثمانية ثمانية في مدى التاريخ والجغرافية وبقية المواد ما تتجاوش ما كانش كاع نقطة فيها خمس ستاعش ولا ستاعش تعطيك الآمل يعني هذا التلميذ كان أصلا تلميذ قاريب من المتوسط قاريب من المتوسط فقط وشي قاريب متوسط يعني ما تتجاوش النقاط تاعة 13 والتحت شوف ندير خط وننسي تركز على نقطة الرياضيات طبعا نحنا موضوع الرياضيات دائما عندها النيف ودائما عندها الفخامة ما تبقش طيح مروحة دائما نجي وعرع التنميذ يحلها إما تجي طويلة يجي فيها الحسابات ياسرة الوقت التاحة ما يكفوش نهائيا والله التلميذ في روحه ما يعرف لها شاء الله غالب عليه ما يعرف شها الرياضيات تجيها صعيبة ودير للإحساس السيء بالتلميذ ما رحش يفوت ما رحش يتجاوز الشهادة الوثلاء وما رحش يفرح طبعا هذه عينة فقط من بين النماذج التلميذ اللي تحصلوا على معادة شهادة تعليم المتوسط بني قط ضعيفة إن صح التعبير إذن طبعا جرعة آمل فقط الأمهات إحنا كمنا جاهد التعليم المتوسط ننتظر النتائج بحول الله يوم 25 جوان طبعا إحنا رانا في جزائر ممكن 25 جوان ممكن يقدموها النهار وممكن يقولك حتى بعد العيد نخلوهم يعيدوا ومن بعد نخبروه في انتظار إعلان النتائج إحنا نظن الخير نظن الخير طبعا حسب رأي الأستاذ من المتوقعين نتائج جيدة جدا هذا الموسم هو يقولك لهذا المواضيع كانوا فيه متنويل تلميذ المتوسط بصح أحيانا التلميذ المتوسط يتهف والله ما يحفظش في آخر لحظة والله ما عرفه يتخلط لها المعلومات والله يحسن في روحه خادم وبلغ ما يلقاش روحه خادم خصوصا لما بدل يسهلوها لهم وما هي الشياسة طبعا ما هي الشياسة طبعا الأسئلة كما اللغة الفرنسية كانت سهلة بصح كلمة أو شي كتبحت أسمح أنا بنسبة لمادة التربية الإسلامية يقولك هاني خدمت كما الخلافة الرشيدين كانت مستبعدة طبعا سولت بزاف الأستاذة اللي قال لك ما عطيناهاش اقتراحات التلميذ بش يركزوا عليها رغم أنه كان سهل وممكن بإمكانه أنه يجوه من رصح بصحك هين تلميذ ما يقدرش يعبر من نفسه وما يقدرش يجيب معلومات من نفسه اللي قد الأستاذ يعطيه وهو يعود يحولها ويكتبها كما هي والله يحولها بأسلوبها الخاص هنا كذلك الأستاذة العبودور محطاوهاش كمقترح قال لك استبعدناها طبعا أنا أستاذة القتاقت لدينا التلميذي ويستبعدت لهم الخلفاء لكي يحفظها يعني قسم كامل لم يحفظه المهم جرعة آمل يكون المعنوية مرتفعة حتى الإبن التاعي لا تحصل على شهد البايا باكالوريا يذهب إلى الجامعة يعوده ممكن لا يقبله ليش في المتواصل في الثانوية الباكالوريا تبقي ثاني معدل زين باش يدي يتبقي المنسيون باش يدي حاجة ملحة في الجامعة بصحة المتواصل كل يجب ثمانطعش كل يجب عشر كل شي في المتواصل وحتلل راشوه طبعا نستغل لهذا الفيديو كذلك أستاذة وانتا يرى شو التلميذي مهما كال معدل تاعه كوني يجيب ستة في الشهادة ويجيب مثلا 14 في المعدل العام ستة زائد 14 تسوي 20 تقسيم 20 تقسيم 20 تعطيني عشرة ورفل الأولى ثانوي هذه الراشا يعني المعدل العام المعدل العام الثانوي نجمعه مع معدل الشهادة ونقسمها على اثنان وتطلع تلميذ بالراشا طبعا لا زالت سريعة المفعول لهذه السنة وما زالت سريعة المفعول طبعا التلميذ اللي يربح بالشهادة وما جابش المعدل السنوي مليح يعني ابن التعيير بح الشهادة جاب عشرة فما فوق عشرة سلف سلف فما فوق وهو جايب ثمانية مثلا في المعدل السنوي هذا يروح يفوت نشان يفوت من معدل الشهادة طبعا الشهادة تشفع له ويفوت للسنة أولى ثانوي طبعا وما يحلم يقول لك لو كان يحلم لو كان يعطى الولدين معدل العامة مليح لو كان يجاب معدل السنوي مليح لو كان لا يجبش في الشهادة مليح رح يفوت تحلم لو كان يخدم لي في فصول الثالثة ولا يخدمش في الشهادة وكان يقول لك يا ربي ان شاء الله ترميذ كل يتعبوا واشتهدوا وجدوا يفرحوا هم والأمهات تعتبر فرحة كيف كيف شهاد تعليم ابتدائي بسح تعتبر فرحة مشكي شهاد لقدوري بسح تعتبر فرحة تنميذ نال شهادة في وسط زملاء أو ضعف المجتمع يتنمر هذي اللي تغيظ كل ابن تتعبوا دون المستوى تخافي من المجتمع والعائلة المحترية تتنمر عليه وهذا محضر بالعالمين كيف يتلميذ براسه وكيف يتلميذ مع عضي الشربي وكيف يغيش روحه هو اللي يغيظك هو اللي يغيش روحه بإمكانيته ينجم يحفظ ويجيب وبإمكانيته يفهم الرياضيات والفيزياء والمواد تعرفها السيونس والفيزيك والمات وما يبقى الشقرة هذا اللي غيظك فيه بصحة تلميذ اللي غالب عليه انت فرحك تحسني أونها نتمنى أن الفرحة تصور كل بيوتكم وإلى اللقاء في فيديو أخر بإمني الله تعالى ترجمة نانسي قنقر